دلوقتي كل مرة هتضغط على اموجي هتاخد 30 دولار ولو ضغطت تاني هتاخد 60 دولار يعني لو ضغطت 10 مرات هتقدر تحقق 300 دولار وده ملوش حدود تقدر تحقق منه ارباح لقد ما تقدر ببساطة من خلال تليفونك او جهاز الكمبيوتر طبعا طريقة رائعة بمجرد انك تعرف هتتنفذ ازاي هتقدم عايها شوية وقت في الحلقة دي عشان تعرف تفاصيل الاستراتيجية دي وطريقة تنفيذها وفي الحلقة القسيرة دي هتوفر عليك وقت البحث عن تنفيذ الخطوات عشان تشتغل بالطريقة دي وتقدر تحقق منها ارباح وكمان الطريقة دي مجانية تماما مش محتاج ان انت تدفع في اي حاجة عشان تبدأ الشغل ده وهتقدر تشتغل من اي مكان الشغل ده مش محتاج منك اي خبرة او معرفة في برامج معينة او برمجة او غيره ركز معايا وما تفوتش اي حاجة ادرط على الاموجي عشان تحقق ارباح اي مواقع او ادوات هنستخدمها خلال الحلقة اللينكات بتاعتها هتبقى موجودة في الحلقة نفسها وما فيش اي لينكات هتبقى موجودة في الوصف علشان الناس اللي بترجع تسأل على الجوابط في التعليقات اي موقع او اداء هيرفض التسجيل معاك يبقى غير متاح فبلدك وهتحتاج في بي ان عشان تقدر تشتغل على الموقع وفي حلقة احنا شرحنا فيها ازاي بتسجل من خلال الفي بي ان بتريقة صحيحة في المواقع علشان الحساب يتقبل اهلا وسهلا بكم على قناة اكسب اونلاين حلقة جديدة وطريقة ربحية جديدة ونكمل بعد الفاصل اول حاجة هنبدأ بيها الحلقة على طول هو الموقع ده flaticon.com وزي ما هو واضح هنا هتقدر من خلال الموقع ده تدخل على اكتر من خمسة مليون ايكونة وستيكر وكل الايكونات دي هتقدر تنزل على جهازك بسيغل بي ان جي لكن السيغل الباقية دي هتحتاج تكون مشترك في عضوية على الموقع لكن طبعا سيغل بي ان جي هتفي بالغرض اللي انت عايزه وهتحقق منها الشغل اللي انت عايزه زي ما قلنا كلها مجانية من السفحة الرئيسية للموقع هتروح على الكلمة دي register عشان تبدأ تعمل حساب على الموقع وتقدر تسجل من خلال انك تحط ال username وال email وال password واضغط على المربع الازرق ده sign up والاسهل من كده كمان انك تقدر تسجل الدخول من خلال حساب جوجل او حساب facebook بتاعك بعد التسجيل هتروح للصفحة الرئيسية في الموقع وهتنزل تحت خالص هتلاقي تحت هنا كلمة apps تحتها هتلاقي فاتر اضغط عليها هتروح للصفحة دي وهتلاقي فيها emoji كتير جدا وتقدر تضغط على اي واحدة وتقدر ان انت تعمل emoji جديد ومية في المية مجاني على الموقع خليك معايا الاخر الحلقة عشان تعرف ازاي هتقدر تستفيد من الموقع ده في تحيي الارباح كل emoji اللي قدامك دي وغيرها ملايين بمجرد ما تضغط على ايكونة منهم هتظهر معاك في الجزء اللي بالابيض ده لو ضغطت على ده مثلا هلاقيه زهر معايا هنا لو نزلت تحت اختار اي واحد واليكون ده برضو زهر معايا اهو يعني البرنامج هو اللي بيعمل كل حاجة انت مجرد بس بتختار الايكونات وهي تلقائي بتبدأ ان هي تظهر معاك وملايين ال emoji اللي هتقدر تستخدمها براحتك ومجانا وتقدر كمان تستخدم الايكونات في التصميم بتاعك يعني لو عجبتك الايكونة دي اضغط عليها هتلاقيها ببساطة ظهرت معاك وتقدر كمان تسحبها وتعدل في مكانها زي ما انت عايز واختار الاشكال اللي تحبها وانت وابداعك بقى في الجزء ده في الاختيارات يعني وتقدر كمان من القايمة على الشمال تغير لون الخلفية اضغط هنا وحدد اللون اللي انت عايزه ركز معايا عشان تعافي ازاي هتحقق ارباح من الكلام ده المهم انك في الجزء ده بعد ما تكون رادي تماما عن التصميم بتاعك روح هنا اضغط على دونلود وهيطلب منك تختار السيغة اللي انت عايزها هو طبعا بيديك كل السيغة لكن احنا قلنا هنشتغل على PNG لان هي دي المجانية لكن لو اخترت اي حاجة تانية هيخليك تدفع عضوية علشان تقدر ان انت تنزلها لكن طبعا احنا الشغل بتاعنا مش هنحتاج فيه اكتر من سيغة PNG وهنا حدد 350 وفي الامج سايز خليها 700 وهنا 350 وهيديك Preview للتصميم بتاعك عشان لو عايز تعدل فيه او تديف حاجة لي ولو انت شايف ان التصميم بتاعك تمام وراضي عنه تماما اضغط على Download Pattern وهتلاقيه نزل على الجهاز على طول سواء شغال بقى من التليفون او جهاز الكمبيوتر مش هتفرق لان في الحالتين الطريقة سهلة جدا وكلها كام كليك مش اكتر من كده عشان تبدأ تعمل تصميم جديد تضغط على Clear علشان يمسح القديم وكل الشرل اللي انت عملته لو كنت بتجرب حاجة تقدر ان انت من الضغط على Clear تمسح كل الكلام ده وتقدر كمان تضغط على Random Pattern ده لذيذ بقى شوية لانه هيديك تصميم جاهز على طول مع استخدام اموجي مختلفة وتقدر كمان تعدل او تضيف على التصميم ده زي ما انت عايز انت بمجرد بتضغط على Random Pattern هو بيديك رصة من عنده هو رصة اموجي على ايقونات على حسب ما بيجيب لك وبتبدأ ان انت ممكن تعدل فيها بقى اضيف ليها كل ده مجاني تماما تقدر ان انت تغير فيه براحتك على حسب اللي انت عايزه يعني هتعدله زي ما انت عايز وكل حاجة متاحة قدامك انك تعملها في التصميم وبرضه كل ده في الجزء المجاني وبرضه تقدر كمان تغير لون الخلفية زي ما انت عايز وكل التصميم ده هتقدر تحوله لارباح وما تقلقش الموضوع سهل زي ما انت شايف من البداية بعد ما تخلص تصميمك هترح تضغط على ويعمل زي ما قلنا وازن كده انت فهمت ازاي هتقدر تستخدم في عامل التصميمات وعرفت ان شغله الاساسي هو توفير الايقونات والاستقارات هنروح بعد كده على موقع 99designs.com وهتلاقي الدومين او اسم الموقع موجود قدامك واللي بيوفر لك فرصة كبيرة انك ترفع التصميمات بتاعتك على الموقع زي اللي انت عملتها دي وتقدر تحقق منها ارباح لان الموقع بيسوق للتصميمات والمصممين وطبعا هو بياخد منك نسبة على الشغل اللي بيعمله ده يعني مش هيسوق لك الشغل بتاعك ويبعوه لك ببلاش هياخد منك نسبة ممكن ما تكونش قليلة لان انت برضه هتكسب من الموقع ده كويس لو انت هتمت بالشغل فيه الموقع بيقسم شرائح لو رفعت حوالي 30 تصميم تقدر تحقق منهم حوالي 299 دولار لو رفعت 60 تصميم تقدر تحقق تقريبا 500 دولار ولو 90 تصميم تقدر تحقق تقريبا 900 دولار تخيل كده لو انت قررت الخطوات بتاعة عمل التصميم اكتر من مرة وعملت تصميمات كتير مختلفة مجرد بس انك تحط اميل الحساب بتاعك بتاع بنك بي بال في اعدادات الحساب بتاعك على الموقع وهيحول لك فلوسك عليه ما فيهاش اي حاجة صعبة وفي النهاية كل ده من شوية كليكات على موقع flat icon وتقدر تحقق ارباح من التصميمات بالطريقة دي ولسرعة التصميم تقدر تروح على flat icon وتضغط على random pattern عشان يعمل لك هو تصميم جاهز وبسرعة وتقدر تعدل عليه براحتك وده من ضمن الشريحة المجانية يعني مش هيكلفك اي حاجة وخد بالك من حاجة مهمة انت تقدر تحقق برضو ربحة من الموقع ده بطريقة غير مباشرة لو انت تابعت اخر كورس عملناه في ال powerpoint الموقع ده هتقدر تستفيد منه انك تجيب ايكونات وامو جي تخدمك جدا في التصميم ومش هتكلفك اي حاجة يعني انت هتجيب اي حاجة سواء ايكونات او امو جي مجانية وكمان بصيرة بان جي اللي احنا بنحتاجها في ال powerpoint ومش هتكلفك اي حاجة وفي تصنيفات ومجالات كتير ولان كمان الموقع بيدم اكتر من خمسة مليون تصميم ايكونا وامو جي هتقدر ان انت هتوصل لتصنيفات وتنوعات كتير جدا على حسب الموضوع اللي انت اشغال فيه او على حسب التصنيف اللي انت بتدور عليه في الايكونا هتروح للصفحة الرئاسية في موقع 99designs وتنزل تحت خالص وتحت كسر هتلاقي قدامك become a designer اضغط عليها هتروح للصفحة دي انزل تحت اضغط على apply now وفي الصفحة دي حت الايميل بتاعك والpassword واختار ايام design وكتب username وحط علامة موافقة على الشروط واضغط على register وتقدر بعدها تبيع التصميم متبتعتك على الموقع من ضمن الشرائح المختلفة زي ما وضحنا من شوية الموقع التاني اللي هتقدر تستفيد منه في التصميم مت هو fiverr fiverr دات كوم وهتلاقي برضو اسم الموقع موجود قدامك يمكن مش كتير بيحب يشتغل على الموقع ده لكنه فعلا قوي جدا في تقديم الخدمات وترتيبه العالي بيساعد ان هو يجيب زوار بالملايين وبكده انت تبقى لقيت فرصة كبيرة انك تحق اربع عن طريق الموقع ده وبيقدم كتير من الخدمات والمنتجات اللي ممكن تتم من خلاله لو وقفت على كسم graphic and design هتلاقي تحت pattern design اضغط عليها هتلاقي الكسم ده خاص بتصميمات pattern زي اللي انت عملتها على موقع flat icon بالزبط مش اكتر وتقدر بالامكانيات المتوفرة في الموقع انك تعمل زيها بالزبط واخد بالك ان الاسعار بتاع تقديم الخدمة دي متفاوتة على حسب التصميم يعني زي ما في حد بيقدم الخدمة بخمسة دولار في واحد بيقدم الخدمة بخمسة وستين دولار ده تلاتين دولار ده خمسة وخمسين دولار يعني ما فيش قدامك رقم سابت على حسب التصميم وابداعك فيه تقدر تحط السعر اللي انت عايزه اظن خمسة وستين دولار او خمسة وخمسين دولار او حتى تلاتين دولار ده من السعر اللي الخالص على تصميم مش هياخد معاك اكتر من تلات دقايق تقدر تشتغل بي وبرضو دي تعتبر فرصة زيادة للشغل يعني انت لو بتعمل هروض هتقدر تستفيد من الموقع ده ومجانا ولو انت هتشتغل على موقع برضو هتقدر تحق ارباح بشكل مجاني مش محتاج اي خبرة في اي حاجة ولو قررت تزود دخلك من خلال برضو هتعتمد على موقع طريقة سهلة جدا ومناسبة لمبتدئين وخصوصا انه مفيش اي دفع ولا مصريف ومش محتاج اي خبرة في اي حاجة علشان تبدأ الطريقة دي لو سمحت لو جربت الطريقة دي ومش الحال معاك عرفنا في التعليقات وسلت الايه نتمنى التوفيق للجميع دمتم بخير ونشوفكم الحلقة الجاي اشتركوا في القناة